هننفس في فيديو نهاردة الكاب ده الحقيقة هو كاب سهل جدا جدا وسريع وممتع جدا هو فيه بس تريكة واحدة لكن سهل جدا وانبسط جدا وانا بعمله احنا بنتدي نعمل الكاب ده من تحت لفوق بنستعمل فيه غرزة البريد الامامي وغرزة البريد الخلفي في صندوق الوصفة هسيب لكم المقاسات بتاعة الكابات للاطفال وللكبار وللرجل وللسيدة هيبقى كل المقاسات موجودة اهم حاجة بالنسبة لنا هنا دوران الراس عشان احنا هنبتدي من تحت لفوق بتاخدي دوران الراس له والشخص اللي هتعمليه له الكاب قدامك بتجيب المنزورة وبتلفية حوالين الراس تعرفي دوران الراس كام ولو مش قدامك بنمشي تابع الجدول ونشوف دوران الراس بيبقى كام صمتي وبنشتغل مجموعة من السلاسل بالحجم ده وبعدين نبتجي نطلع بالكاب هنبتجي نشتغل على طول ملحوظة تانية مهمة قبل ما نشتغل الغرزة دي بتتكون من عشر غرز يعني لو احنا الكاب اللي هنعمله مساحته 54 هنعمله 50 لو مساحته 75 ممكن نعمله 80 او ممكن نعمله 70 بس 75 ده طبعا بيبقى كبير لو مساحته مثلا من 35 إلى 40 هنعمله 40 المهم يكون عدد السلاسل اللي هنشتغلها تكون مضاعفات العدد 10 ولو عايزة الكاب يكون طاري الغرز بتاعته طارية ووسعة اشتغلي بابرة تكون اكبر من مقاس المكتوبة على البقرة مقاس الابرة المناسبة بنص درجة او بدرجة ولو عايزة يبقى طايدي او داية او ماسك على الراس اشتغلي بنفس المقاس الموجود على الابرة اول حاجة هعمل غرزة البداية وهبتدي اشتغل مجموعة من السلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمس حاجة تانية برضو عشان الغرز ما تلفش معاك احنا اشتغلنا مثلا كده اول خمس سلاسل هطلع الابرة وهخش في اول غرزة سنسلة انا اشتغلتها وهدخل فيها الابرة كده هو وبعدين هدخلها تاني في الغرزة اللي انا كنت شغالة فيها وهبتدي اعمل عدد السلاسل بتاعتي عادي علشان الغرز ما تلفش معايا لما ابتدي اشتغل عليها السطر التاني من الغرز اشتغلنا كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وهتبتدي تقرري عشرة 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 واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهتبتدي شغالة بنفس الطريقة لحد ما نوصل لمقاس الكاب اللي احنا عايزين انا اشتغلت خمسين سنسلة فيه غرزة موجودة على الابرة اللي هي البداية اللي احنا شبكينها وفيه الغرزة اخر غرزة احنا اشتغلناها بنسحب اخر غرزة احنا اشتغلناها من الغرزة اللي موجودة على الابرة ونبقى قفلنا الدائرة بتاعتنا وهنلاحظ كده ان كل السلاسل بتاعتنا في اتجاه واحد فلما هنشتغل هنشتغل بكل بساطة بعد ما قفلنا بالشكل ده هنرتفع اتنين سنسلة واحد اتنين سنسلة لو عايزة شغلة برضو يبقى احترافي ونضيف هنجيب الشغل الخيط البداية ده معينا نحطه على السلاسل بالشكل ده وهنلف الخيط على الابرة من نفس الغرزة اللي احنا طلعين منها هندخل فيها وهنعمل اول غرزة معينا عمود بلف هدخل الابرة كده هاخد خيط البداية ده معي وهسحب الخيط من على الابرة وهطلع من حلقتين ومن حلقتين كده نبقى اعملنا اول غرزة عمود بلف هلف الخيط على الابرة وهخش في السنسلة اللي بعدها وهسحب الخيط وهطلع من حلقتين ومن حلقتين وهفضل شغلة السطر ده كله غرزة عمود بلف بخش تحت السلسلة وبسحب الخيط وبطلع من حلقتين ومن حلقتين اول سطر معينا كله غرز عمود بلف هخش تحت السنسلة كده وانا واخدأ خيط البداية معي عشان الشغل يبقى نضيف وهطلع مين حلقتين وحلقتين وهفضل شغالة السطر كله بنفس الطريقة غرز عمود بلفة بالشكل ده هكمل السطر كله ونرجع مع بعض خلصت السطر كله اهو بغرز عمود بلفة ده اول سطر مش هقفل فيه التلات سلاسل اللي انا ارتفعت فيهم لا هقفل في اول عمود بلفة انا طلعت به هخش فيه تحت الحلقتين كده وهسحب الخيط وهطلع من الحلقة اقل على الابرة وهرتفع باثنين سنسل انا كده قفلت السطر بتاعي اهو وهكمل الشغل السطر بتاعي تقرار اثنين عمود بلفة خلفي تمانية عمود بلفة امام التلات سلاسل اللي انا طلع منهم واللي كانوا موجودين في الدور اللي فات مش هشتغل فيهم اول عمود بلفة انا قفلت فيه هلف الخيط على الابرة كده وهدخل من وراء العمود بالشكل ده يبقى العمود اه وراء الابرة وهدخل من ناحية تانية كده وهسحب الخيط بالشكل ده وهعمل عمود بلفة خلفي انا ما بشتغلش في الكاب دوت فوق خالص ما ليش دعوة خالص بالغرز الفوق هلف الخيط على الابرة تاني وهخش في العمود بلفة اللي بعدين من قدامه بالشكل ده وهسحب الخيط وهعمل عمود بلفة خلفي تاني يبقى اول حاجة اشتغلتها اشتغلت اتنين عمود بلفة خلفي الغرزة اللي بعدين كده هلف الخيط وهاجي تالت غرزة معايا اهي غرزة ركم تلاتة هعملها عمود بلفة امامي هخلي الابرة كده من وراء العمود وهشتغل تمانية عمود بلفة امامي ادي اول عمود بلفة هلف الخيط على الابرة وهخش العمود التاني من وراءه بالشكل ده وهسحب الخيط وهعمل ادي اتنين عمود بلفة امامي هلف الخيط على الابرة وهخش الغرزة اللي بعدها برضو من وراء العمود بالشكل ده وهسحب الخيط وهعمل تلاتة عمود بلفة امامي هلف الخطعة الابرة والعمود اللي بعديه اهو من ورا. العمود بالشكل ده اربعة عمود بلف امان. خمسة عمود بلف امان. ستة عمود بلف امان. وبرضو الغرزة دي اسمها بريد امامي برضو. سبعة عمود بلفة امان. تمانية عمود بلفة امان. يبقى انا اشتغلت ازاي? اشتغلت اول غرزتين عمود بلفة خلف. وبعد كده تمانية عمود بلفة امان. الغرزة اللي بعد كده هكرر بقى في الخطعة الابرة. وهعمل عمود بلفة خلفي. اتنين عمود بلفة خلفي. تمانية عمود بلفة اماني. هو الكاب بتاعنا تقرار الكمر بتاعه كده. واحد عمود بلفة خلفي. اتنين عمود بلفة خلفي. وارجع تاني اعمل تمانية عمود بلفة اماني. واحد. اتنين. تلاتة أربعة خمسة عمود بلف أمامي ستة عمود بلف أمامي سبعة عمود بلف أمامي تمانية عمود بلف أمامي وارجع تاني أعمل اتنين عمود بلف خلفي واحد اتنين وكرر تمانية عمود بلف أمامي اتنين عمود بلف خلفي هيبقى الشكل معي بالشكل ده وكرر لحتى ما نوصل للناحية التاني كملت السطر كله بالشكل ده وصلنا لحد آخر السطر هقفل فين؟ مش هقفل في السلسلتين اللي أنا ارتفعت بيهم هقفل في أول عمود أنا كنت اشتغلته عمود خلفي هخش فيه كده تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهطلع من الحلقة اللي على الإبرة هرتفع اتنين سلسلة ما ليجي دعوة برضو بالسلسلتين اللي ارتفعت بيهم مش هشتغل فيهم هلف الخيط على الإبرة وهاجي وراء العمود الخلفي اللي أنا شغاله هشتغل برضو عمود خلفي تاني هقرر نفس اللي عملناه في السطر الأولين واحد عمود خلفي هلف الخيط على الإبرة وهشتغل في العمود الخلفي برضو اتنين عمود خلفي يبقى اشتغلنا على العمود الخلفي الأولين عمود خلفي وعلى العمود الخلفي التاني عمود خلفي التمن غرز اللي كنا عاملينهم بريد أمامي هشتغل عليهم برضو بريد أمامي هخش كده من وراء العمود وهسحب الخيط وهطلع بعمود أمامي العمود التاني برضو هطلع بعمود أمامي ادي اتنين العمود التالت عمود أمامي او بريد أمامي العمود الرابع عمود أمامي او بريد أمامي العمود الخامس عمود أمامي العمود السادس عمود أمامي العمود السابع سبعة عمود أمامي العمود الثامن تمانية عمود أمامي هيقبلني اتنين عمود خلفي هلف الخطع على الإبرة وهاشتغلهم عمود خلفي واحد عمود خلفي اتنين عمود خلفي يعني على العمود الخلفي هاشتغل عمود خلفي وعلى العمدان الأمامية هشتغل العمدان الأمامية وهفضل شغالة بنفس الطريقة لحد مرتفع فإحنا كده عاملين كام عمود الأول سطر الأولاني اللي اشتغلنا فيه واحد اتنين تلاتة هفضل أكرر نفس الطريقة لحد ما وصل لست سطور ديبقى كده كوننا القمر بتاعنا ونبتدي نأسس الغرزة بتاعنا هنكمل بنفس الطريقة ست سطور لحد ما نوصل للقمر بتاعنا هكمل هناك كملت القمر بتاعي وارتفعت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست أسطر وده بيبقى شكل القمر والغرزة بتبقى برزة وشكلها نطيف جدا هنبتدي نقفل زي ما بنقفل كل مرة فمش في التلات سلاس مش في السلسلتين فأول غرزة في البريد الخلفي الغرزة البريد الخلفي دي احنا شغالين بيها لحد ما الكاب يخلص بريد خلفي مكانها مش بيضغير هارتفع اتنين ساتسلة وهيكي على البريد الخلفي برضو هعمل بريد خلفي الغرز دي ما بتتغيرش البطرون اصلا بتاع الغرزة في التمن سلاسل في التمن عمود بلفة الامامية اللي احنا عملناها هناك بنكون الغرزة لكن الاتنين العمود الخلفي دول شغالين معنا طول الكاب طول ما احنا شغالين الكاب لحد اخره احنا شغالين الاتنين البريد الخلفي دول اول حاجة بنشتغل هنبتدي بقى نكون الغرزة بتاعتنا احنا معنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية هندف الخطعة الابرة تلات لفات واحد اتنين تلاتة تلات لفات اهم قرزة عمود بتلات لفات هعد واحد اتنين تلاتة اربعة اول اربعة عمود بلفة مش هشتغل فيه وهاجف العمود بلفة رقم خمسة هدخل فيه كده كاني بشتغل عمود بلفة عادي خالص عمود بتلات لفات هخش فيه وهسحب الخيط كده من الابرة وهطلع من اتنين لفتين وهطلع من اللفتين التانين لفتين واخر لفتين معايا هطلع منه يبقى اشتغلت عمود بتلات لفات في الغرزة رقم خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة في الخمسة هتقرر نفس الفكر هلف الخيط على الابرة تلات لفات يبهم كده على بعض وهخش في العمود بلفة التاني وهسحب الخيط وهطلع من اتنين واثنين واثنين ادي لفتين من على الابرة هطلع منه تاني لفتين على الابرة هطلع منه تالت لفتين على الابرة هطلع منه رابع لفتين على الابرة هطلع منه ادي اشتغلنا اتنين عمود بتلات لفات واحد اتنين تلاتة هخش وراء العمود التالت وهاشتغل تالت عمود بتلات لفات هطلع من اتنين واتنين واتنين هي غرزة سريعة بس احنا عشان بنشرح فمشيين بالروح رابع عمود بلفة معايا الاخراني هشتغل فيه برضو اخر عمود بتلات لفات هاخد كده الخيط وهدخل من ورا الغرزة وهطلع من اتنين حلقتين ومن الحلقتين التانين من حلقتين رقم تلاتة ومن اخر حلقتين موجودين على الابرة يبقى انا اشتغلت كده اربعة عمود بتلات لفات بالشكل ده عندي بقى الاربعة عمود بلفة الامامي الاولانين اللي انا اشتغلتهم هرجع اشتغل فيهم من اول واحد هلف الخيط على الابرة تلات لفات واحد اتنين تلاتة وهرجع اشتغل في اول عمود بلفة عندي اهو هخش فيه كده ورا العمود وهسحب الخيط وهشتغل عمود بتلات لفات هطلع من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين هلف الخطعة الابرة تاني تلات لفات وهاجف تاني عمود بلفة موجود معي هخش بعدي وهاشتغل برضو عمود بتلات لفات هطلع من اتنين واتنين 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 هلف الخطعة الابرة تلات لفات وهاجي في العمود رقم تلاتة في الاول اهو هخش برضو من وراه وهاشتغل عمود بتلات لفات هطلع من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين هلف الخطعة الابرة تلات لفات وهاجي في العمود الاخراني رقم اربعة اهو هخش فيه وهاشتغل عمود بتلات لفة هطلع من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين ادي شكل الغرزة كده. اربع عمود بلفة وراء واربع عمود بلفة قدين. هلف الخيط على الابرة هيقابلني الاتنين عمود بلفة الخلفي. هخش في اول عمود بلفة خلفي وهسحب الخيط وهاشتغل عمود بلفة عادي جدا خلفي. هلف الخيط على الابرة وهخش في العمود الخلفي التاني هسحب الخيط وهطلع بعمود بلفة خلفي تاني ده شكل الغرزة معي هكرر نفس الطريقة في كل الغرز اللي معي ألف الخيط على الإبرة تلات لفات وهسيب واحد اتنين تلات اربعة وهاجف رقم خمسة وهدخل فيها وهعمل عمود بتلات لفات وهكرر نفس الطريقة اللي أنا عملتها في العمود الاولاني في الاربع عمدين اللي بعدك هلف الخيط تلات لفات وخش في العمود اللي بعديه وهشتغل عمود بتلات لفات هطلع من حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين ومن حلقتين هلف الخيط على الإبرة تلات لفات وهخش في وراء العمود بلفة رقم تلاتة وهطلع من حلقتين وحلقتين 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 هلف الخيط على الإبرة تلات لفات وهخش في آخر عمود وهطلع من حلقتين وحلقتين وحلقتين وحلقتين. هلف الخطع الابرة تلات لفات تاني. وهرجع للعمود رقم واحد بالتمان عمدان. هخش من ورا كده. وهشتغل عمود بتلات لفات. هطلع من حلقتين. وحلقتين. وحلقتين. اللغباطة هنا بتبقى الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحصل. انك تلفي العمود آآ لفتين بس. تلفي على الابرة لفتين بس. فيبقى العمود شكل قصير هتحسيها وانت شغالة. فاخد يبالك بس في المرحلة دي انك بتلفي تلات لفات مش لفتين. يعني دي بتبقى اللغباطة يعني لما الواحد بيبقى شغال. لكن لما ايدك بتاخد على الغرزة بتلاقي نفسك على طول بتلفي التلات لفات وناخد العمود الرابع. ونطلع من حلقتين وحلقتين وحلقتين وحلقتين. هنلف الخطع الابرة وهناخد الغرزة العمود خلفي عمود خلفي. الباترون دوت او الغرزة دي بتتكون من سطرين. ده اول سطر فيها. تكرار سطرين. وبتبقى كده شكل الغرزة وبنكمل كده لحد ما نوصل لاخر السطر. هكمل وارجع لكم. خلصت السطر كله وده بيبقى شكل الغرزة بالشكل ده. وهنبتجي نعمل السطر التاني في الغرزة. احنا متفقين ما بنقفلش في السلسلتين دول. بننجي في اول عمود بلفة خلفي ونسحب الخيط ونطلع كده ونقفل السطر ونرتفع بسلسلتين. هيقابلني اول اتنين عمود بلفة خلفي. احنا اتفقنا ان العمود بلفة خلفي هنشتغل عمود بلفة خلفي عادي جدا بدون اي تغير طول الكاب. الاتنين عمود بلفة دول ما بيتغيروش غير لما هنبتدي نعمل التناقص عشان الكاب يلف من فوق. فعملت اول اتنين عمود بلفة خلفي قبلوني في السطر الجديد. هشتغل ازاي? انا عندي اربعة واربعة اللي عملناهم عكسع كاس. هاجي اولا كده. فاول اربعة عمود بلفة. عمود بتلاتة لفة خلفي. هلف الخطع الابرة وهشتغل اه اللي موجودين وراء. هلف الخطع الابرة وهاجي على اول عمود موجود وراء اهو وهشتغل عليه بريد امين. او عمود بلفة امين. عمود بلفة واحد بس. وهاجي على الغرزة التانية اللي وراء اللي معمولة عمود تلات لفات. هشتغل عليه عمود بلفة عادي. هلف الخطع الابرة وهاجي في العمود التالت اللي موجود وراء بالشكل ده. هخشي وراء كده. وهشتغل عمود بلفة عادي. عمود بلفة واحد. هلف الخط على الابرة وهاجي على العمود الرابع. هو بيبقى موجود ورا بالشكل ده. هلف الخط على الابرة وهشتغل عليه عمود بلفة عادي. يبقى اشتغلت الاتنين بريد خلفي. وبعدين الا اربعة عمود بتلات لفات اللي موجودين ورا اشتغلت عليهم عمود بلفة عادي. عندي الا اربعة عمود بتلات لفات الامامين. هلف الخط على الابرة وخش على الاول عمود. نصيحتي بس ابقي حطي ايدك على العمود ده كده امسكيه عشان القرزة تطلع مصبوطة وهنعمل عمود بلفة امام. هلف الخط على الابرة وخش على العمود التاني اللي جنبه. حط ايدي عليه كده. وهعمل عمود بلفة امام. هلف الخط على الابرة وخش على العمود اللي بعده. هعمل عمود بلفة امام. هلف الخطعة الابرة وهخش على العمود الرابع. هعمل عمود بلفة امام. بالشكل ده. كده الغرزة بتبين. كده الغرزة بتاعتنا اكتملت اصلا وحنا بعد كده شغالين تكرار. هنيجي بعد كده اتنين عمود بلفة خلفي. هشتغل عليهم عمود بلفة خلفي. بالشكل ده. الاتنين عمود بلفة الخلفي التاني. عمود بلفة الخلفي التاني. هشتغل عليه عمود بلفة خلفي عادي. هيقابلني الغرزة تاني. الاربع عمود بتلات لفات الخلفيين هشتغل عليهم عمود بلفة واحدة عادي. اول عمود. تاني عمود. هو ده تكرار الغرزة بتاعتني. السطرين دو. تالت عمود. رابع عمود. الاربع عمود بتلات لفات اللي وراء. اشتغلت عليهم عمود بلفة عادي هالف في الخطع الابرة. واخش في اول عمود بتلات لفات في الاربع عندين الامامي. هشتغل واحد عمود بلفة امامي. اتنين عمود بلفة امامي. تلاتة عمود بلفة امامي. اربعة عمود بلفة امامي. بالشكل ده. وكده تبقى الغرزة بتاعتنا بانت. وهنجمل السطر كله بنفس الطريق. كملت السطر كله. وكده الغرزة ابتدت بان. وتالي هنعمل الفيديو تاني اللي يكون فيه التناقص. عشان ما يبقاش الفيديو طويل. آخر غرزة اشتغلت فيها برضو بسيب السلسلتين. وبخش في اول عمود خلفي موجود. وبخش في كده بقفل السطر. بارتفع سلسلتين. هيقابلني زي ما اتفقنا. اول اتنين عمود خلفي. هشتغلهم عمود خلفي عادي. زي ما اتفقنا العمود بخلفي ده. على طول شغال معنا من تحت الحد فوق. الاتنين العمود الخلفي. بالشكل ده. وهبتدي اقرر نفس اللي انا عملته. الفي الخطع الابرة تلات لفات. وهسيب واحد اتنين تلاتة اربعة. وهاجي في الغرزة. رقم خمسة العمود بلفة اللي احنا اشتغلناه في السطر اللي فات. وهخش وراه وهكرر نفس الطريقة. هعمل اربعة عمود بلفتين. وهالناحية التانية هعمل اربعة عمود بلفتين. هالي في الخطع الابرة. وهخش وراه العمود هنا. وهعمل عمود بلفتين. بكون كده انا الغرزة التانية. نفس تكرر السطر اللي اشتغلناه قبل كده في الغرز العمود بتلات لفات. هشتغل هنا اربعة عمود بتلات لفات. تلاتة. وهشتغل العمود الرابع. في العمود بلفة الامام. احنا شغلنا كله هنا عمود بلفة امامي. وعمود بلفة تلات لفات. دي الغرزة المستخدم. هالي في الخطع الابرة تلات لفات تاني. وهارجع للاربعة عمود بلفة الاولانيين. هخش تحت اول عمود. وهشتغل عمود بتلات لفات. نفس اللي قررناه. احنا كده بنقرر الغرزة في الدور التاني. وهنفضل شغالين بنفس التكرار لحد ما نوصل لارتفاع تلتين الكاب. يعني لو الكاب المفروض مثلا يكون ارتفاعه عشرين سانتي. هنوصل لحد ما نبقى خمستاشر سانتي. والخمسة سانتي الاخرانيين هم اللي هنعمل فيهم التناقص بتاع الكاب بتاعنا. عشان لما معانا من فوق. هنفضل شغالين بنفس الطريقة دي لحد ما هنوصل لتلتين الكاب تقريبا. انا هفضل شغالة هنا لحد ما اوصل لحد خمستاشر آآ سانتي لان المفروض الكاب ده يكون ارتفاعه آآ سبعتاشر ونص تمنتاشر الكاب بتاعه من غير البمبونية اللي بنكونها فوق. خدوا بالكوا ان رابع غرزة. انا كده اشتغلت كام? واحد اتنين تلاتة الاربعة اشتغلتهم. خلاص. هلف الخطعة الابرة وهاجف في العمود الخلفي. هشتغل عمود خلفي. والعمود الخلفي التاني هشتغل عمود خلفي. اهو. وهكرر بنفس الطريقة. كررت اهو نفس الطريقة. بصو الغرزة بانت حلوة ازاي? هدي شكل الغرزة بتاعنا. وهدي شكل القمر بتاعنا بانت شكله حلو. وهدي الغرزة بتاعنا. بنعد الارتفاع ازاي? واحد اتنين تلاتة اربعة. هنعد من الكيرف ده. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. وده هنا بقى عندي الارتفاع قد ايه? بقى عندي الارتفاع خمستاشر سنتي. فهبتدي بعد كده اعمل التناقص. في الفيديو ده انا هكتفي عشان بس ما يبقاش الفيديو طويل. بان احنا كونا الجزء ده. وهعمل فيديو تاني آآ عشان خاطر نعمل التناقص بتاع الكاب. اللي هو الجزء الصغير ده. مش هيخد وقت طويل. وده الجزء بتاع تطبيق بتاع الغرزة نفسها.